نور ابو كباتل. حقيبي يا روى كبسانطا. مقدمك الزيادة شوية. لا 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 من حقك. من حقك. انت موجود ومنورنا. لا لا من حقك الاهل يستاهل يعني. طبعا. جماهيره ولعبته بصراحة. اه يعني هي اللي بتفرح مصر بالفترة الاخيرة دي. صحيح. مبروك يا كابتن للنادي الاهلي وجماهيره ومنورنا طبعا. خلينا بس هاخدك مدام انت تكلمت عن النادي الاهلي ومن حقه. لكن الجزء الفني انا هميني اعرف رأيك فيه دائما. لك لك رأي مختلف. هتدي لك بسؤال. هل التشكيل اللي ابتدى به مسلمان كان مزبوط? لا. هم. بمعنى اللي لو ابتدى بتشكيل مختلف كان الوضع بقى مختلف? اه طبعا. كان هيكسب. هم. بص فرقة الرجاء من المطش اللي هنا وهي رامية حمولة كلها على الجماهير. هم. رامية الحمولة كلها على الجماهير. يعني الجماهير هي اللي هتكسبها. هم. انما كأداء وكفرقة اه ان انت مثلا تخاف منها او تترعب منها. لا. فعشان كده كان اليومين اللي قابل المطش. لا تشكيل الاهل امبارك. اه. كان اليومين اللي قابل المطش فيه شد وجذب جماهيريا. انما على ارض الملعب مختلفة تماما. بدليل ان النادي الاهلي لما جاب ضربة الجزاء كل الجماهير سكت. هم. اما النادي الاهلي جاب هدف التعادل كل الجماهير سكت. ليه? لان مردود لعبيها مش مكنع. هم. ان هم يسندوهم التسعين دقيقة. وان هي الحفاوة والحماس والرغبة في الفوز مش موجودة عند اللعبة اصلا. هم. فعشان كده الجماهير هبطت. وبدأ النادي الاهلي. لو بيلعب بافشة قدام ديانجي والسولية. او حمد فتحي والسولية او حمد فتحي وديانجي. ايا ايا كان. اوجود افشة نفسه كده. افشة. وكمان احنا ملعب قادر. هم. انت قلت مبارك عملت مهرجان اهداف. هم. قلت عملت سكور. هم. انت شايف فرقة. اللي حاولوا على قوة. مع كل الاحترام ليهم. مع اني عاملين المطش اللي احسن من المطش اللي هناك. هم. لان انا قلت لك. هم رميين. كل حمولهم على الجماهير. الجماهير مش اتنسيبك. الا لما انت تجيب جنو التاني. ده انت تجيبت جنو محفظتش عليه. وعلى ملعبك. هم. وبدأت. واول اربع خمس دقايق. يعني اذا الموضوع بقى في ايدك. بس القماشة بتاعت اللعيبة اللي هناك. ما قدرتش. هم. لا تستحمل ضغط جماهيرهم. ولا حتى فوقان النادي الالي. يعني النادي الالي ما كانش فيه مبارح. ما كانش في حالته مبارح. والتشكيل اللي انت بتقول عليه ده. كان غلط مليون في المية. ده فني. هم. عدم اللعب بالشريف. عدم اللعب بأفشة. عدم اللعب بأحمل عبدالقادر. بس انت عندك ناس مميزة. ناس في الوقت ده بتعرف تمسو الكرة بتروح على الجول. هم. ما اخلي بالك يا فاروق. هم. سوستخدمه مكافة بالنسبال له الوقت المناسب يعني. هو ده بالنسباله ده الوقت المناسب. لا. بص انا مني. بص هو هو. نفسنا بقى نعمل زي الفرق الاوروبية بجد. يعني انا نفسي الاهلي والزمالك يعملوا كده. ما روحش بره اعمل زون ديفينس واجه هنا اعمل فيه عمطر بنشداد. معلش كانت ما هو الظروف المجرد. لا معلش. 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 ما حصل قبل اللقابل التصريحات. يعني اكيد لازم هو يفكر بمستر تجير مختلفة. ما روح ما فكرش. انا افكر في الملعب ما ليش دعوه بره الملعب. انا افكر ازاي. انت الكلام ده لو شايف فرقة. يعني ا اقول لك على حاجة. لو بتلعب سون داونز هتعمل ايه? انا خرج يا كابتن النهار. معناها مع كسبتك. كسبتك ومعلم على ايه. لا معلش. يعني النهار ده بتخرج من بيت رؤت لتكم. حبيبي عادي. على فكرة. بيت رؤت لتكم فرقة كويسة جدا جدا جدا. وعلى فكرة لما تفهم. احسن من سون داونز يا كابتن? ايه? مش احسن من سون داونز. انا بالنسبة لي. اه. السنة ده احسن من سون داونز. ليه? لان فرقة تعتبر عارفين امكانياتهم وبيلع عادي امكانياتهم. هم عايزين ايه? بدليل ان هم اتعادلوا النهار ده واحد واحد في سون داونز. اخذ دلك. وطريبا نفس الستايل ونفس السيناريو بتاع مطش. بتاع الاهلي. بس ان هناك هناك هم كسبانين اتنين واحد. وفاجأوا برضو سون داونز النهار ده ان هم بيهاجموا مش خايفين ولا. احنا عايزين كده. انا عايز النادي الاهلي ونادي الزمالك كده. لان انتوا اكبر ناديين في افريقيا. عايزة ما بتلعب جوه. العب لبرة. ليه? اشتركوا في القناة